البصرة محور الأحداث وساحة شهدت غضبة المقهورين من جهة وتسلط الأجهزة الحكومية وقسوتها من جهة أخرى ثلاثة أشهر مضت على انطلاق المظاهرات في المحافظة احتجاجا على فساد الأحزاب الحاكمة وترد الواقع الخدمي والمعيشي حتى صار الماء الصالح للشرب نادر الوجود في المحافظة التي يلتقي فيها النهران وتطل على الخليج العربي فتجاوز عدد سكانها الذين تسمموا جراء الماء الملوث حاجز المائة ألف مصاب سعت الحكومة في بغداد لثني عزيمة المتظاهرين بالترغيب تارة وبالترهيب تارة أخرى فالوعود الحكومية بالوظائف وتحسين ظروف العيش وإنشاء شبكات مياه لم تجد طريقها إلى الواقع بحسب عضو مجلس المحافظة حميد المياحي الذي أكد أن التعيينات ما زالت غير حقيقية فالدوائر الحكومية بالبصرة لم تحصل على أي درجة وظيفية حتى الساعة كما أن وضع اللسان الملحي في شط العرب لم يتغير لغاية الآن بالرغم من زيادة الإطلاقات المائية غير أن المتظاهرين يبدو أنهم عازمون على استمرار حراكهم فقد أكدوا أن الفتور الذي شهدته التظاهرات كان بسبب حملة الاعتقالات التي تشنها القوات الحكومية والميليشيات ضدهم بالإضافة إلى التهديدات التي يتلقونها كما أن الأحزاب التي تعرضت مقراتها للحرق رفعت دعاوى ضد المتظاهرين وصدرت ضد البعض منهم مذكرات قبض بهدف ترهيبهم وثنيهم عن مواصلة التظاهر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر